اخبار والاقتصاد من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية عاود تسعر النفط الارتفاع في أولى جلسات التداول صباح الأربعاء بعد أن سجلت تراجعا طفيفا في نهاية تعاملات الثلاثة وسجلت العقود الآجلة لخام برانت تسليم شهر مارس ارتفاعا بنحو 0.25% ما يعادل زيادة ب0.20 سنة لتبلغ أسعار خام برانت في تعاملاته اليوم 79.68 سنة للبرميل وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي تسليم مارس هي الأخرى بنحو 0.19% لتبلغ 74.43 سنة للبرميل كشفت أرقام من معهد النفط الأمريكي عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكي بمقدار 6.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر جنفر الجاري وجاءت السحب الأكبر وجاء السحب الأكبر من المتوقع من المخزونات الأمريكية الأسبوعية بسبب اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالطقس مع انخفاض الإنتاج في داكوتا الشمالية ثالث أكبر ولاية منتجة للنفط بمقدار 250 ألف إلى 300 ألف برميل يوميا مقارنة ب700 ألف برميل يوميا قبل أسبوع وفقا لسلطة خطوط الأنابيب توقعت شركة جاسبروم الروسية ارتفع الاستهلاك العالمي للطاقة في سنة 2050 مدفوعا بالطلب الكبير على مصادر الطاقة المتجددة وارتفاع زيادة استهلاك الغاز الطبيعي مقابل انخفاض استهلاك النفط جاسبروم وفي بيان لها توقعت أن يرتفع استهلاك الطاقة عالميا بنحو 22% بحلول سنة 2050 كما سينمو الاستهلاك بنسبة 5% بالنسبة للطاقة المولدة بواسطة محطات الطاقة النووية بنسبة 17% لمصادر الطاقة المتجددة عملوخ الطاقة الروسي توقع أيضا انخفاض الاستهلاك العالمي من النفط بنسبة 24% والفحم بنسبة 13% سنة 2050 حققت شركات النقلات النفط أرباحا قياسية بعد ارتفاع أسعار خدمة النقل بسفن بسبب تداعيات تصاعد التوترات في البحر الأحمر وارتفعت الأسعار بنحو ثلاثة أضعاف للخط الرابط بين الشرق الأوسط وآسيا وهي أعلى مستوى لها في يوم واحد منذ 2022 حيث بلغت 83 ألف برميل يوميا بعد أن كانت 30 ألف دولار بنسبة زيادة قدرها 182% من جهة أخرى بلغت أرباح النقل البحري من أوروبا إلى الولايات المتحدة لعلى مستوياتها منذ شهر مارس 2023 وسجلت الأسعار من الشرق الأوسط إلى أفريقيا أعلى مستوياتها منذ ماي من السنة الماضية صرح مسؤولنا كبير في الاتحاد الأوروبية الثلاثة بأن التكتل يواجه خطر ارتفاع أسعار المستهلكين وتباطئ النمو بسبب اضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر لكن الاتحاد الأوروبي لم يشعر بعد بتأثر اقتصادي وذكر فالديس دومبرو فيسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية الذي يراقب اقتصاد التكتل المكون من 27 دولة أن حركة الشحن عبر البحر الأحمر انخفضت بـ 22% في شهر واحد بسبب هجمات الحوثيين في اليمن وأوضح المسؤول أن الانخفاض سيتسارع مع قيام الشركات بتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا مضيفا أن المفوضية تراقب الوضع عن كثب كشفت وزارة المالية اليابانية عن ارتفاع صادرات البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 9.8% على الأساس سنوي وهو أكبر ارتفاع منذ سنة في إشارة إلى عودة الاقتصاد الياباني للنمو في الربع الرابع من السنة الماضية بحسب بيانات وزارة المالية ارتفعت صادرات توكيو باتجاه بيكين للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر من جهة أخرى انخفضت واردة اليابان بنسبة 6.8% ليحقق الميزان التجاري فائضا بـ 419 مليون دولار بعد انخفاض واردة اليابان من النفط الخام بـ 5.2% في ديسمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأظهرت البيانات انخفاض واردة الفحم الحراري لتوليد الطاقة بـ 8.1% في ديسمبر الماضي دعا وزيره الانتاج الزراعي والأراضي الفنزولية وليام الفريدو كاسترو سولسيدو رجال الأعمال الجزائريين دعاهم إلى الاستثمار في فينزولا الوزير الفنزولية الذي كان مرفقا بـ 80 متعاملا اقتصاديا فينزوليا من مختلف القطاعات على غرار الطاقة والفلاحة والسياحة والصناعة والتجارة قال خلال منتدى الأعمال الجزائري الفنزولي إن سلطات بلاده وضعت 13 مليون هكتار من العقار الفلاحي تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الراغبين في الاستثمار في مجال الفلاحة سيتيح افتتاح الخط الجوي بين كراكاس والجزائر تقريبا المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين وهم مطالبون بملء هذه الطائرات بالمسافرين والسلع كما سيسمح بدخول المنتوجات الفنزولية افريقيا وسيسمح أيضا بحضور المنتوج الجزائري في أمريكا اللاتينية كراكاس تعتبر بوابة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي كما أن الجزائر هي بوابة افريقيا وأوروبا وأود أن أعلن أن فنزولا تضع 13 مليون هكتار تحت تصرف المستثمرين الجزائريين خاصة في مجال تربية الأبقار وندعوهم لعقد شراكات مع نظرائهم في فنزولا من جانبه قال رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كما المولة إن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وكراكاس لا يعكس قوة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين نحن نثمن افتتاح الخط الجوي بين الجزائر وكراكاس الذي سيعزز العلاقات بين البلدين في مجالات الاقتصاد والسياحة والثقافة استقبلنا وفدا كبيرا من رجال الأعمال الفنزوليين ما يعكس أهمية الجزائر بالنسبة لهم تحدثنا عن تبادل المنتوجات والسلع بين بلدين كما تحدثنا عن مزايا قانون الاستثمار الجزائري لتحقيق استثمارات مشتركة بيننا لقاؤنا اليوم كان مثمرا وسنبقي على التواصل مع المتعاملين الفنزوليين بالطبع علاقاتنا ممتازة ولكن قيمة التجار بين الجزائر وكراكاس لا تعكس قوة العلاقات التي تجمع البلدين وزيرة المارية التونسية المكلفة بتسجيل وزارة الاقتصاد والتخطيط سهم البغطيري أن بلادها توجهت إلى البنك الأوروبي لأعادة الأعمار والتنمي للحصول على قرض بقيمة 70 مليون دولار لتطوير شركة الفلاث وأكدت الوزيرة التونسية خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب التونسي أن وزارة الاقتصاد تقدمت بهذا الطلب لاقتناعها بجدواء وأضافت أن الحكومة التونسية تسعى للنهوض بشركة الفلاث ليس فقط من خلال هذا التمويل بل بإدراج دعم هذه الشركة على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة التونسية السعودية سعدت العمولات الروسية أمام العمولات الرئيسية في تعاملات الأربعاء مدعومة بالزيادة الطلب عليها في ظل فترة سداد الشركات الناشطة تصدير الضرائب المستحقة عليها في روسيا وترجع سعر الصرف إلى 80.20 روبل بالنسبة للدولار الأمريكي في حين انخفض سعر صرف اليوان الصيني إلى 12.26 روبل فيما لم تسجل العملة الأوروبية ليورو أي تغيير يذكر حيث تم تداولها عند مستوى 95.93 روبل لكل واحد يورو ختم أخبار الاقتصاد إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة